ده رقم واحد رقم اثنين ماتش الاهل مبارح مع مودرن سبورت هنا من نفس المكان قلت لحضراتكم ماتش صعب جدا ماتش قوته والفنيات اللي فيه ممكن تكون اقوى من مباراة الاهل وبيراميدز انت بتلاقي الفريق عنده خط تدفع قوي جدا وبالفعل ده اللي حصل مودرن سبورت تقدم بهدف والاهل تعادل وفي الشوت التاني بعد التهيرات الاهل تقدم بهدف تاني لبيرسي تاو مباراة كانت صعبة من جميع الجوانب ولكن لما تبصوا على الاول التشكيل قبل ما اروح للقاطات اللي عايز اتكلم عليها كولر بدأ بنفس تشكيل مباراة بيراميدز ولكن استبدل مروان عاطية وبدأ بمحمد مجد افشة كان ليه فلسفة معينة فيه اداء الفريق لانه عارف انه بيلعب فريق دفاعيا قوي جدا فكان محتاج يبدأ بافشة وامام عشور عشان كده الاهل كان عنده فعالية هجومية بشكل كبير جدا في الجانب الهجوم لما عمل تغييرات نزل بيرسيتاو وريدا سليم مكان حسين الشحات وطاهر وعلى طول جي الهدف التاني لبيرسيتاو بعدها عمل تغييرات بقهرباء وكريم ندفد مكان امام عشور وعسام ابو علي وعمل نشاط هجومي شوية ونشاط في وسط الملعب يعني بالتالي كانت تغييرات مهمة جدا وامن دفاعيا بنزول الاهل يوديانجي مكان افشة بعدما خلاص الاهل يتقدم بهدفين مقابل هدف ادارة فنية كانت جيدة جدا من مرسل كله ولكن بقى تعالوا كل التفاصيل الفنية وكل الكلام المتعلق بالمباراة اتقال امبارح في الستوديو التحليل لكن هنا احنا رصدنا المباراة دي من جانب متعلق بالسوشيال ميديا امبارح الجمهير ركزت على ثلاث لقطات اول لقطة لقطة الهدف الملغي لمحمد مجدي افشة ناس كتيرة عملة تسأل قدامنا اللعبة هي على الشاشة ويمكن حصل اختلاف ما بين خبراء التحكيم في اللعبة دي هل هي فاول ولا الهدف سليم بداية كده عشان احسم لكم الجدل في اللعبة دي انا رحت بقى ادور على المعلومة فكرة الرؤية التحكمية كابتن ناصر عباس شرحها بالامس اكيد واتكلم ان ما كانش فيه خطأ في اللعبة دي وشايف ان الكورة هدف سليم عموما خبراء التحكيم اكيد قادرة مننا في التحليل الفني ولكن انا عايز اتكلم في جزئية تانية خالص محد اشرح لها ايه هي هو الكابتن محمد عادل وقت ما فيه فاول اتحسب على ويسام ابو علي او فيه احتكاك ما بين عمر السيسي وويسام ابو علي محمد عادل صفر ولا عمل ديلي وبعد ما عمل ديلي وقفشة سدد والكورة دخلت هدف فحسب فاول خذوا مني المعلومة دي بشكل راسم كابتن محمد عادل ما صفرش حت الصفارة بقوا HT وعمل ديلي فالفار هنا راجع اللعبة خذوا بالكم من الكلام اللي جاي ده مهم جدا لان انا عارف اللقطة دي اثارت جدل كبير جدا على السوشيال ميديو وانا هنا بقول لكم معلومة هنا حكم المباراة الكابتن محمد عادل عمل ديلي حت الصفارة بقوا ولكن ما صفرش عمل ديلي وهنا الفارج كان بيراجع اللعبة طيب هو الحمد لله الأهل يكسب والخطأ ده ما أثرش في نتيجة اللقاء ولكن لما اتعمل دلي والفارب يراجع نفسي أسأل سؤال لكابتن محمود باسيوني هو أنت يعني بتجري بسرعة عليه في مراجعة أي لعبة فارب مع النادي الأهل والله بجد يعني أنا عايز أسألك سؤال وأتمنى أجد إجابة يعني تجيلي الإجابة دلوقت عن الهواء تجيلي الإجابة بعد الحلقة تجيلي الإجابة لأسبوع اللي جاي بس أنا بجد السؤال ده نفسي أسأله له من كذا سنة بس جد فرصة أسأله له تاني لأن الكابتن محمود باسيوني هو اللي كان حاكم فار في مباراة الأهل والجيش في ملعب الجيش في السويس والكورة عدت الخط والكابتن إبراهيم نور الدين ما خدش قرار والكابتن محمود باسيوني ما رجعش اللعبة قال لك كنفيرم إلعب فاكرينه وقتها كان تحصيل أبو السادات هو المساعد التاني أو المساعد الأول في هذه اللعبة وقتها كان معانا ضيف في قناة الأهل مع كابتن ناصر عباس وقال له ساعتها يا باسيوني راجع خد وقتك دي لعبة الدوري وبالفعل اللعبة دي خسرت الأهل الدوري فالكابتن محمود باسيوني إمبارح برضو ما بين احتساب القورة فاول على وسام ومراجعة محمود باسيوني لللعبة الموضوع ما استمرش حوالي خمس ست ثواني خد وقتك يا كابتن باسيوني محدش بيستعجلك والله محدش بيقولك أتحصل أزمة ولا مشكلة خد وقتك راجع عندك كذا زاوية استدعي الكابتن محمد عادم هو خد قرار أن الكرة فاول والهدف غير صحيح وملغي أنت يا إما تأكد القرار لما تاخد وقتك في المراجعة يا إما تقوله طب تعالي راجع أنا شايف حاجة مش واضحة لك أنت لا فهاش مشكلة مش غلط على فكرة يعني حكم الملعب لو خد قرار غلط والفار راجعه وقال له لا في خطأ والحكم طلع بص على الشاشة وشاف أنه أخطأ المهم في النهاية العدالة اتطبقت هي جماعة حكم الملعب لو أخطأ والفار راجع مش بنحسب لقطة هنا أو يبقى في لقطة هنا على حكم الملعب أو في لقطة هنا على حكم الفار أنتوا بتكملوا بعض فنفسي أسأل الكابتن محمود باسيوني أنت مستعجل ليه ورق إيه في مباراة الأهل عايز تنجز بسرعة راجع اللعبة واخد وقتك كويس جدا بس أنا بأكد لحضراتكم أن نتعمل دليل في اللعبة دي والمفروض الكابتن محمود باسيوني كان ياخد وقته في مراجعة اللعبة دي وعموما نحمد ربنا أن المباراة انتهد بفوز الأهل 2-1 وأن القرار ده ما أثرش فيه نتيجة اللقاء زي ما أثر فيه قرارات سابقة بالمناسبة كابتن عادل كان بيدير المباراة دي بعد شهرين ما كانش بيدير مباراة في الدوري كان دايما حكم فار وكان رحمتش بتصفات كاس العالم فأنا برضو أسأل سؤال لجنة الحكام حكام الدولي اللي بتحطون في مباراة صعبة للأهل اللي بتجيبوهم من بعيد لمباراة زي دي أتمنى بس يكون فيه تركيز في تعينات الحكام وما تبعدوش الحكام الدوليين على المباراة الهمة عشان ما اتأثرش على أداءهم في المباراة اللي جاية دي رسالة للجنة عشان اللي جاي بصراحة مفهوش يعني إيه أي هزار وأنا بفترض دايما الحسن النية لدى لجنة الحكام الحاجة التانية وقت ما مودرن سبورت أحرز هدف التقدم على الأهل بغض النظر عن الهدف ولكن كانت فيه لفتها رائعة جدا اللي ممكن السوشيال ميديا يركز عليها بصوا هنا لعيب نادي مودرن سبورت خد صورة أو تي شيرت عليه صورة أحمد رفعت من أحد الإداريين وراح لجمهوري النادي الأهلي اللقطة دي وقت إحراز هدف مرمى الأهلي ولكن أنا عايز أجيب الصورة هنا بصوا على جمهوري الأهلي وقف الصورة هنا وقف الفيديو هنا بصوا جمهوري الأهلي بيعمل إيه أو خلص الفيديو بس يتعرض كده بالبطيق الجماهير بتسقف دي الحاجات الإيجابية اللي احنا عايزين نعرضها ونبرزها عبر السوشيال ميديا ومن خلال البرامج دخل الأهلي دخل في مرمى الأهلي هدف والفريق اللي جاف في الأهلي هدف واخد تي شيرت أحمد رفعت وراح ناحي الجمهوري الأهلي بيوري اللافتة بتاعت رفعت اللي على التي شيرت جمهوري الأهلي ما افتقرش الهدف وانه فرقته ممكن تخسر وانه ممكن الماتش ده يؤثر على المنافسة على الدوري ولكن جمهوري الأهلي حاسس بالموقف وعارف الموقف على طول كان فيه تحية لأحمد رفعت وتحية لفريق مودر سبورت والدوام والبقاء لله وخالص التعاز لأحمد رفعت وقسرة أحمد رفعت دي لقطة كانت إيجابية جدا في السوشيال ميديا اللقطة التالتة وهي من اللقطات المهمة جدا وبتتقرن للمرة التانية وده يندل على شيء بيدله ان انت عندك مدير فني واقف على الخط ما بيهزرش ايده دايما شغالة ورقة وقلم وبيحضر وبيشوف بيشتغل ازاي وقت ما كانت النتيجة تعادوا الإيجابي واحد واحد وبيستعد الإجراء تغيير كان مهم جدا بنزول ريدا سليم وبيرسيتاو مكان حسين الشاحات وطاهر محمد طاهر بيرسيتاو ادى ورقة لمحمد عبد المنع قدامنا على الشاشة هيه لما تداله الورقة منعن بص في الورقة وابتدى يوجه زملائه في وسط الملعب عشان طريقة لعبه معينة هتتنفذ ونزل ريدا سليم عمل كورة عرضية ركنية جات لبيرسيتاو في مكان محدش كان يتخيله بس لما ديجي الكورة دي في الاعادة هتلاقي بيرسيتاو واقف عامل نفسه انه هو مش في اللعبة خالص بره اللعبة كلها واقف واكنه مش هيلعب براسه او مش داخل عالكورة ودي اللقطة اللي خد منعن فيها الورقة من بيرسيتاو وتلعبت الكورة العرضية بعدها على طول بروكنية عشان ييجي الهدف التالي هي تفاصيل التفاصيل اللي ممكن نشوفها في المباريات ولكن بص بيرسيتاو واقف ازاي واقف وموطي ومش مدي اي احساس لمدافعي فريق مودن سبورت انه في اللعبة كورة اكيد كان فيه اتفاق عليها والتدريبات عليها ما بين ريدا سليم وبيرسيتاو اللي اتنين نزلين في وقت واحد مع تعليمات فنية خدها من عم من بيرسيتاو عشان يوجه زملائه في وسط الملعب عشان كده الاهل مبارح كان متفوق في التفاصيل دي هي التفاصيل الصغيرة دي اللي ممكن تحسم لك المباريات الصعبة مطش مبارح كان مطش صعب جدا ولكن الحمد لله من خلال عرض اهم اللقطات ورصدنا اهم الموضوعات اللي كانت مظهر حديث الجماهير على السوشيال ميديا دي كانت ابرز الموضوعات اللي كنا عايزين نتكلم فيها في مباراة مودرن سبورت